اشتركوا في القناة كل الحب والتقدير والاحترام لكم احبة المشاهدين بهذه الحلقة اللي راح تكون اغلب هذه الحلقة حول مؤسسة الشهداء والجهة المستفيدة اللي هي المواطنين كل الامور والتفاصيل اللي راح نطرحها في هذه الحلقة اللي تخص موضوعة مؤسسة الشهداء من بدأ برنامج صوتك عراقي لغاية الآن نعمل على الامور الخدمية اللي تخدم المواطنين ونشرح كل قضية هي تصب بمصلحة الشارع العراقي اليوم ضيف الحلقة سيد رئيس مؤسسة الشهداء سيد عبدالله النائلي حياكم الله سيد الرئيس وشكرا جزيلا تلبية الدعوة حياكم الله الله سلم شكرا لكم الله سلم أنا جهودكم مباركة جهودكم مشكورة اليوم كل الامور من خلال الاستطلاع اللي عملنا قبل الحلقة باب مؤسسة الشهداء مفتوح للجميع اليوم بإمكان أي شخص في إتقاض راتب من مؤسسة الشهداء ومستفيد من القانون بكل أرياحية يقول أنا روحوا سيد عبدالله باب مفتوح فأنقل إلك جهودكم المشكورة باتجاه المواطن شكرا جزيلا الله يبارك بي أنا أردب دي من البيان اللي وصفته بهجمة شرسة شون طبيعة هذا الكلام وشون تولد بالوقت الحال فضل بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا لكم وتحية لمشاهديكم بالتأكيد اليوم مؤسسة الشهداء يعني تعمل لخدمة الشهداء والمؤسسة خدمية مؤسسة إنسانية تتعامل بإنسانية مع شريحتها وبالتالي كل الذين يعملون في مؤسسة الشهداء هم من ذوي الشهداء نعم بالتالي اليوم فعلا أبوابنا مفتوحة أمام كل مشمول بقانون مؤسسة الشهداء سواء كان من شريحة الشهداء شريحة الشهداء أقصد شرائح الشهداء الثلاثة شهداء النظام البائد وشهداء الحجد الشعبي وشهداء الإرهاب والأجهزة الأمنية وكذلك المصابين من هذه الشرائح أيضا مشمولون بقانون مؤسسة الشهداء فعلا أبوابنا مفتوحة لكل شخص لديه مشكلة ولديه حاجة ولديه تأخر في إنجاز معاملته فعلا مؤسسة الشهداء بابها مفتوح وأنا بصراحة أقابل عوائل الشهداء والمصابين بشكل يومي ونحل مشكلاتهم ونذلل المشاكل التي تعترض معاملاتهم بعض القنوات الإعلامية أو أحد القنوات الإعلامية نحن مريد نكثر هذا الصوت بصراحة أحد القنوات الإعلامية مع الأسف يعني يوم أمس أو أول أمس يعني أشاعت بأنه يوجد ملف فساد كبير في مؤسسة الشهداء نقلا عن رابطة الشفافية رابطة الشفافية تقول بأنه ملف فساد كبير في مؤسسة الشهداء والواقع هو غير ذلك يعني مؤسسة الشهداء الآن في هذه السنة في عام 2021 بدأت بكشف ملفات فساد مؤسسة الشهداء نعم مؤسسة الملفات في ملف ضحايا الإرهاب بصراحة يوجد فساد كبير ويوجد هدر بالمال العام وأنا عندي تفاصيل بهذا الموضوع عندما كنت رئيسا للجنة الشهداء البرلمانية وكنا نتناقش مع مؤسسة الشهداء ومع مجلس القضاء الأعلى ومع اللجان الفرعية ومع المحافظات التي توجد فيها ملفات فساد اليوم عندما تسلمت أنا مؤسسة الشهداء رئاسة المؤسسة بصراحة كان من بداية أولوياتي هو معالجة ملف الفساد في ملف ضحايا الإرهاب وأقصد اليوم ضحايا الإرهاب يتم المصادقة على ملفاتهم من قبل اللجان الفرعية الموجودة في المحافظة بالمحافظة اللجنة الفرعية مكونة تحت إشراف مركز المحافظة نعم اللجنة الفرعية مكونة وبرئاسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى وعضوية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والصحة والبلديات والإسكان والعمار ووزارة العدل تسجيل العقارة تحديدا وعضو واحد من مؤسسة الشهداء أي أن القرار بهذه اللجنة ليس بيد مؤسسة الشهداء وإنما بيد الأكثرية في هذه اللجنة وبالتالي صدرة قرارات من اللجان الفرعية مخالفة للقانون يعني مثلا يوجد أسماء وهمية في بعض المحافظات شملت بالقانون يوجد إرهابيين شملوا بالقانون يوجد دواعش دخلوا أصبحوا شهداء ومصابين يوجد بعثيين أيضا مقتولين أيضا أصبحوا شهداء هذا بصراحة خلاف القانون اليوم مؤسسة الشهداء بدأت بتدقيق هذه الملفات وأيضا وفق القانون توجد مادة في قانون رقم 2 لسنة 2020 تعديل الثاني لقانون ضحايا الإرهاب ألزمت مؤسسة الشهداء بتدقيق الملفات السابقة التي تم المصادق عليها من قبل اللجان الفرعية وبالتالي كشفنا ما يقارب أربعة آلاف إلى خمسة آلاف ملف وهمي ومزور لإرهابيين ودواعش اليوم بصراحة المفروض مؤسسة الشهداء تشكر من قبل المؤسسات الإعلامية ومن قبل الجهات الرقابية والمالية تشكر لأنها أوقفت أو كشفت هدرا بالمال العام يقدر بأربعمائة وثمانين مليار أنا خدنا أسأل عن من رابطة الشفافية منه هي أحسنت اليوم إحنا في بياننا وأوضحنا أولا قلنا بأنه رابطة الشفافية التي نقلت عنها قناة الشرقية هل هي منظمة مجتمع مدني هل هي مسجلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كرابطة رسمية كرابطة رسمية ويعني عدتها إجازة إذا كان فعلا هكذا توجد رابطة فإحنا أبواب مؤسسة الشهداء مفتوحة لهذه الرابطة ومفتوحة لكل الوسائل الإعلام يأتون إلى مؤسسة الشهداء ويضعون النقاط على الحروف يقولون يوجد ملف فساد في هكذا موقع في هكذا دائرة في كذا ملف وإحنا حاضرين إحنا كل إجراءاتنا فيما يتعلق بملف معالجة الفساد أو محاربة الفساد أو إظهار هدر المال العام كل إجراءاتنا واضحة وشفة واضحة أنا أقف على هذا الموضوع يعني رابطة الشفافية تهمت مؤسسة الشهداء بملف فساد كبير زين شنو نوع الفساد لم يتبين يعني هما ما أظهروا يعني قالوا أنه أكو ملفات فساد كبيرة في مؤسسة الشهداء يعني رجم بالغيب نعم وقالوا بأنه يوجد في مؤسسة الشهداء تمييز بين عوائل الشهداء ويوجد تمييز طائفي وأنا أقول لقناة الشرقية اسألوا أهل الأنبار عن تعامل مؤسسة الشهداء معهم شون شون اسألوا الوسائل الإعلام خلي تسأل تجي فديوم أي قناة تجي الباب مؤسسة الشهداء يوقفون ساعة وحدة طبعا إحنا يراجعوننا من كل المحافظات من نينوى من صلاح الدين من الأنبار أكثر المراجعين من الأنبار ليش؟ لأنهم معاملات كثيرة جدا والمعاملات متلكة في الأنبار فوين يجون يشكون يجون المؤسسة الشهداء المقر العام يعني يطرحون شكواهم وإحنا نتعامل معهم بكل أريحية وبكل سهولة وأنا على الاتصال ويهي مدير شهداء الأنبار ويهي الجهاد ذات العلاقة لجان الفرعية من أجل تذليل عقباتهم فإحنا بصراحة ما عندنا تمييز بين عوائل الشهداء وما نسأل هذا المواطن من ينجاي من أي محافظة وما نسأل عن طائفته ولا عن من أي مكون لا إحنا اليوم مؤسسة الشهداء بصراحة مظلة كبيرة لكل عوائل الشهداء الذين فقدوا أحبتهم واجب مؤسسة الشهداء بأنه ترعاهم زين يعني ظهرت في الآونة الأخيرة سبدون ذكر أسماء أكثر من تسجيل صوتي مسرب حقيقة لفت انتباهه بالموضوع أنه يعني أغلب التسجيلات الصوتية اللي يتهم بها دائرة معينة أو وزارة معينة أو شخص معين ما يشيء الخبر على قولت المثلي طمطم هو يسكت صح أنتوا نزلتوا بيان استنكار ربما توصل لدعوة قانونية نعم ظهرت حضرتك في وسائل إعلام وطلبت الكل تحضر لي أو تسأل الأشياء هذا ناتج الثقة في عملكم طبعا لدينا ثقة كبيرة بالله سبحانه عز وجل وبأننا حريصون على المال العام حريصون على سمعة المؤسسة وحريصون على إيصال حقوق الشهداء وانتزاحها من الجهاد ذات العلاقة بأسرع وقت ممكن حتى نعوض ذوي الشهداء ونحسسهم بأنه الدولة اليوم ترعاهم بعد أن فقدوا أحبتهم فقدوا يعني شهداءهم وبالتالي اليوم هذا واجبنا واجبنا بأنه نعمل هكذا عمل عدنا ثقة مطلقة بأنه عملنا وفق القانون ولا يوجد تميز بين عائلة الشهيد في منطقة معينة ضد عائلة الشهيد في منطقة أخرى ما عدنا يشتعامل وبالتالي هذا الاتهام الذي تهمت فيه مؤسسة الشهداء أو رئيس مؤسسة الشهداء باطل وأنا أقول للشرقية ولغير الشرقية اسألوا أهل الأنبار عن تعامل رئيس مؤسسة الشهداء معهم يعني ذوي الشهداء أقصد لأنه نعم من يراجعنا نعم 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 دعونا في البيان يوم أمس كل وسائل الإعلام جيد إلى زيارة مؤسسة الشهداء دعونا الجهات الرقابية هيئة النزاهة ديوان الرقابة المالية الادعاء العام هذه الجهات الرقابية وزارة المالية دعونا هذه الجهات إلى زيارة مؤسسة الشهداء والاطلاع على عملنا أيضا اليوم توجد منظمات مجتمع مدني مهتمة بقضية الشهداء والمصابين وكذا وأيضا يجون يزوروننا يزوروننا ويحملون هموم عوائل الشهداء والمصابين زين يعني في كثير من روابط المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني يزوروني أنا شخصيا إلى مؤسسة الشهداء وأتعامل معهم بكل ثقة وبصراحة أتعامل أتعاملوا إياهم كجهة يعني راعية لعوائل الشهداء والجرحة اليوم بصراحة احنا عدنا ثقة كبيرة بالله سبحانه عز وجل بأنه عملنا وفق القانون لا نميز بين شهيد وآخر وبين منطقة وآخرى بالعكس احنا تعاملنا واضح وشفاف جدا وبالتالي الذي يثير يثير الغبار على أنه مؤسسة الشهداء يعني فيها ملفات فساد فليأتي ويؤشر على أي ملف فساد أو ليكتب لهيئة النزاهة هيئة النزاهة عدها إيميل سري يكتبون أي ملف موجود في مؤسسة الشهداء بإشكال يكتبون إلى هيئة النزاهة يقولون يا هيئة النزاهة الملف الفلاني في مؤسسة الشهداء هذا بملف فساد وإحنا حاضرين بكل محاكم العالم أو بكل رئيس دائرة أو كل شخص أنه مني يريد شخص يشتكي على شخص يشتكي عليه بدليل أنه أنا ما أقدر أتبلع عليك بدون دليل لربما أنا خاطئ لربما أنا أضوج منك أكرهك فشنو الدليل أنه أنا أعرض هاي المقاطع على شنو استندت عرضت هاي المقاطع مع الأسف هو لا يوجد دليل وإنما مجرد الدعاءات يعني هو القناة نقلت عن رابطة الشفافية الدعاءات بأنه يوجد تمييز بين عوائل الشهداء في تعامل مؤسسة الشهداء معاهم يوجد ملفات فساد كبيرة وبصراحة يعني يوجد تناقضات أيضا يعني هم أخرجوا تسريبا صوتيا وكتبوا يعني تحت الصورة على أنه مسؤول كبير في مؤسسة الشهداء والصوت ليس لأي مسؤول في مؤسسة الشهداء بل يعني وقعوا في تناقض كبير بأنه أظهروا صورة لشخص آخر وبالتالي اليوم هذا التناقض يعني أنا بصراحة أستغرب من أنه من قناة كبيرة مثل قناة الشرقية ولديها متابعين كثر أنه يقعون في مثل هذا الإشكال وأيضا اليوم إحنا لينظروا بأنه مؤسسة الشهداء اليوم هي راعية لكل عوائل الشهداء هل وردت إلى الشرقية أو غير الشرقية شكاوى من عوائل الشهداء على مؤسسة الشهداء أنا أقول لك الذي يعترض على إداء مؤسسة الشهداء هي جهة واحدة فقط من هي؟ المعاقبين والمزورين والمفسدين أها يعني حديته من هذه القضية؟ إحنا وقفناهم ذوله ذوله كانوا يبتلعون المليارات بأيام باليوم يبتلعون المليارات أنا أضرب لك مثال واحد عندنا موضوع اسمه البراكود المعاملة التقاعدية عندما يصادق عليها من قبل لجنة الفرعية تأتي إلى مؤسسة الشهداء لإدخال البراكود البراكود الرقم السري اندخله حتى نرسله إلى هيئة التقاعد الوطنية حتى تستلم الملف وتمنح الحقوق التقاعدية ذول المزورين والمعاقبين والمفسدين ذوله مستغلين هذا موضوع البراكود بأبشع استغلال ويبتزون عوائل الشهداء والمصابين بأموال كبيرة جدا زين توقف البراكود لمدة أكثر من شهرين بسبب تسربة إلى هؤلاء المعاقبين وقفنا اتفقنا مع هيئة التقاعد الوطنية على أنه يصير آلية بيننا وبينهم والآلية آن اقترحتها الآلية هي أنه مؤسس الشهداء تدخل أسماء على سبيل المثال محافظة نينوة احنا دخلنا في شهر 11 أو شهر 12 هذا هسه شهر 12 مثلا دخلنا 100 معاملة راح نرسل قائمة إلى هيئة التقاعد الوطنية قلهم هاي 100 معاملة احنا دخلناها من محافظة نينوة دخلنا 500 من محافظة الأنبار بالأسماء ندخلنا إلى هيئة التقاعد هاي مكان موجودة سابقا وبالتالي فتحنا البراكود لمدة يومين دخلت أكثر من ألف معاملة في يومين واضح وهاي الألف معاملة شنو ما دخلت عن طريق مؤسسة الشهداء دخلت من الشارع شنو معناها معناها المعاقبين تسربت إليهم هاي اليوزرات أنا أخذ نوقف هنا وبالتالي ألف معاملة ألف معاملة دخلت في يومين من المتهم بالتسريب أكو جهاز تتعاونوا ياهم واضح يوجد موظفين يعني في هيئة التقاعد الوطنية أو لديهم اتفاقات معينة يسربون هذه اليوزرات إلى أشخاص معاقبين وبالتالي بتزون عوالي الشهداء هاي قضية معروفة روح السئله بالأنبار سئله بالمصر بتصلاح الدين تردنا آلاف الشكاوي على موضوع التقاعد والأمور اللي تتكلم بها يعني احنا ما قادرين نحد من هذا الموضوع في هيئة التقاعد أحسنت أحسنت احنا بصراحة تواصلنا مع هيئة التقاعد مستمر جيد وجاءني الأخ رئيس هيئة التقاعد إلى مؤسسة الشهداء وقعدنا اجتماع طويل جدا ووضعنا النقاط على الحروف ولكن تدري هذا الموضوع ما ينحل بخطوة وخطوتي لأنه صار تراكم مالسنوات موجود فاتفقنا على آلية الآلية بصراحة يعني جيدة ولكن هم أيضا بها أخطاء الآن الآن بعد أن وصل الموضوع إلى يعني حد يعني لا يطاق يعني بصراحة التزوير وصل إلى مرحلة ما ينسكت عنها بعد هيئة التقاعد جوني زاروني إلى المؤسسة وقالوا ماذا تقترح فاقترحنا مجموعة نقاط والآن الآن نفتح البراكود نفتح هو التزوير في موضوع البراكود نفتح البراكود صار تقريبا يوميا في يعني عملية لا يمكن أن يتم اختراقها لأن صار خط مباشر بيننا وبين التقاعد انترانية تسمونه خط مباشر احنا ندخل الاسم مباشرة يطلع يومهم بآخر الشهر شو نسوي اندز قائمة بالأسماء اللي دخلناها احنا إلى التقاعد هم هم يدزوننا قائمة بالأسماء اللي استلموها من عندنا وبالتالي راح يصير عملية تلاقح أفكار بيننا وبينهم وبالتالي لا يمكن أن يتم اختراق هذه المنظومة تماما هذا اللي وصلنا له وبصراحة هيئة التقاعد بالمرحلة الأخيرة تعاونت ويانا في هذا الملف من أجل يعني الحفاظ على حقوق الشهداء وحمايتهم من الابتزاز لأنه اليوم في المحاضرات الساخنة التي شهدت عمليات تحرير المفسدين والمعاقبين والمزورين هم أصحاب الساحة أنا جوني كثير من عوائل الشهداء من الأنبار ومن ديالة ومن الموصل قالوا بأنه اللي ما يدفع فلوس ما تمشوا معاملته مشكلة هاي طبعا وبالتالي الناس الحقيقيين الحقيقيين قالوا ما يدفع فلوس يقول لك أنا مقدم شهيد أو أنا مقدم جريح وأجي أدفع فلوس وفلوس هم يأخذون منهم هواية مو مثلا ورقة وورقتين وكذا يأخذون فلوس هواية منهم نحن خلي نضرب مثل المعاملة من من المحافظة تذهب للمديرية أو لدائرة الشهداء يسلمها المواطن يعني على سبيل المثال جتني أحد المناشدات إنه إحنا قال بعثنا المعاملة خلصت من واكتسبنا الدرجة من من قبل المحافظة ورحنا للمديرية ضحايا الإرهاب نعم أنطونا موعدة ثلاثة شهر شنو الإجراء اللي يكون بهاي ثلاثة شهر وش رح يساوون ها سابقا كانت اللجان الفرعية هي التي تخاطب المسائلة والعدالة والموقف الأمني زين أنا من إجي لقيت دائرة شهداء الإرهاب ساحب هذا الملف يعني صاير ضمن الصلاحيات دائرة شهداء الإرهاب وهي أنه شنو تجي الأسماء من المحافظات دائرة شهداء الإرهاب المركزية عدنا في المؤسسة توحد في قوائم توحد الأسماء في قوائم وتخاطب هيئة المسائلة والعدالة والموقف الأمني بالنسبة للوزارة الداخلية هنا بصراحة ما عدنا مشكلة احنا كبيرة جدا ليش سحبنا الملف سحبنا الملف لأن أهم كان يخضع للابتزاز يعني يجي المواطن يراجع اللجنة الفرعية يابا رفحت اسمي المسائلة والعدالة والموقف الأمني لا ما رفعنا معاملات عدنا هواية كذا يأخرون في سبيل أيضا الابتزاز ولذلك مؤسسة الشهداء سحبة صلاحيات من اللجنة الفرعية صار ضمن مؤسسة الشهداء احنا من تجينا الأسماء لآن موجودة ما عدنا مشكلة لآن لآن بالوقت الحاضر لا يوجد أي معاملات عدنا متأخرة كل الأسماء اللي تجي مباشرة تنظم في قوائم وتم مخاطبة هيئة المسائلة والعدالة ووزارة الداخلية بالنسبة للموقف الأمني ولكن التأخر بالإجابة يعني على سبيل المثال إجابة المسائلة والعدالة يتأخر أكثر من 6 شهر مثلا زين وزارة الداخلية أكثر من 3 شهر أو 4 شهر ومرات أكثر قائمة احنا ننظمها بـ 25 اسم يجي مثلا 20 اسم تجي إجابة عليهم 5 اسماء ما تجي إجابة عليهم فإحنا وين ندز ندز الأسماء ندزها رجحها للجانة الفرعية التي تجينا إجابتها ندزها للجانة الفرعية أنه ذول إجابتهم إجت ما حدنا مشكلة في هذا الموضوع وعدنا أيضا الآن إعادة لمنح بعض الصلاحيات لبعض اللجان اللجان اللي ما نشوف بها شائبة واللي نشوف عملهم صحيح لا مانع أنه نرجع الصلاحيات إليهم حتى هم يخاطبون المسائلة والعدالة والجهات الأمنية ولكن بصراحة أكثر القضاءات غير متعاونين مع المؤسسة ويردون الصلاحيات يتمسكون بها وشوف معاملات الناس متأخرة يمهم بالأهلاف بل بعض اللجان في كثير من المحافظات غير عاملة يعني ما تشتغل بسبب نقص عضو أو نقص عضوين وما تشتغل هذا كل تأخير لملف فراب ضحايا الإرهاب من الشهداء والمصابق يعني أنا خلي أسأل عن الدوار اللي مرتبطة بدائركم ثلاث دوار أربعة أربعة اللي هي شنو؟ اللي هي دائرة دوائر عامة يعني مدير عام درجة مدير عام دائرة شهداء جرائم البعث ودائرة شهداء الحجد الشعبي زين ودائرة شهداء ضحايا الإرهاب ودائرة شؤون وحماية المقابر الجماعي أربعة دوائر عامة يعني الأكثر يمكن عمل هي دائرة ضحايا الإرهاب والأخطار العسكرية نعم أريد أسأل عن موضوع جدا مهم حملوني أمانة أنه موضوع القطع الأراضي أكو رأيي أنه بدل القطع الأراضي يكون بدل نقدي بدل نقدي نعم شنو هذا البدل النقدي ومن اللي مشمول به وشقد المبالغ وهاية منحة بدون فائدة له شنو اللي راح يكون هذا الموضوع مهم جدا وآنا تناولت فيه أكثر من حديث البدل النقدي هو عن قطعة الأرض يعني حق السكن مكفول لذوي الشهداء ذوي الشهداء من كافة الشرع جميع الشهداء يعني بدون استثناء كل الشريحة كل شرائح الشهداء مشمولون بقطعة الأرض أو بدل قطعة الأرض البدل النقدي نسمي اللي هو لشهداء الإرهاب 50 مليون أو الحق الثالث شنو وحدة سكنية مؤسسة الشهداء تروح تتعاقد مع أي مجمع سكني وتشتري وحدات سكنية وتوزحها العواء للشهداء واضح ذ LAURA3 ما موجودات وليش ما موجودات بسبب قطعة الأرض منه اللي ينطيها المؤسسة الشهداء أو منه اللي ينطيها العواء للشهداء المحافظة لازم تخصص إما المحافظة وإما وزارة البلديات والإسكان والإعمار أو أمانة بغداد في بغداد في بغداد لم توزع قطع أراضي منذ أكثر من 15 سنة وهذه مشكلة مشكلة كبيرة يعني إذا إحنا عوائل الشهداء منطهم قطعة أراضي إلما نجعل القطع الأراضي موجودة ومصعب تصعب نحتي ما يقبلون مصعب توزيع قطع الأراضي مصعب أمانة بغداد تقول أنا ما عندك قطع أراضي لا تخاطبون خاطب المحافظة نخاطب محافظة بغداد قطع أراضي العوائل الشهداء وين يقول؟ يقول أنا عندك قطع في أطراب بغداد ما عدي في بغداد ما مخدومة ما مخدومة وبالتالي هذه القطعة غير مناسب بأنه ننطيها العائلة الشهيد اللي ما تسوى لعشر ملايين عيب ننطي قطعة أرض ما مخدومة أو ما إلها قيمة ننطيها العائلة الشهيد اللي ضحها بدمه في سبيل البلد قطعة الأرض ماك في بغداد ومشكلتنا في بغداد من أقول في بغداد يعني محافظات عندنا تقريبا سبعين بالمئة من الشهداء استلموا قطع أراضي الحق الثاني هو الوحدة السكنية إحنا مثلا هسا من إجاة آن المؤسسة كتبت إلى هيئة الاستثمار حجزت خمسة آلاف شقة في بسمائه جميل لعوائل الشهداء ولكن أجابتنا هيئة الاستثمار بأنه الشركة متوقفة وبالتالي لا يمكن أنه نمنحكم خمسة آلاف شقة بالوقت الحاضر خلي ترجع الشركة للعمل ولا مانع من تخصيص خمسة آلاف لمؤسسة الشهداء هذه الخمسة آلاف إحنا ما ناخذها مجانا نشتريها بفلوسنا وتوزعوها مجانا لعوالي الشهداء نسح مجانا لعوالي الشهداء هذا قانون وندفع إحنا إلى هيئة الاستثمار الأقصاط السنوية بدل ما عائلة الشهد تدفع القصة السنوية إحنا جقد مجموع ناخذ ندفع القصة السنوية من موازنتنا التشغيلية إلى هيئة الاستثمار مثل ما الآن إحنا نسوين يعني المؤسسة تعاقدت على شراء 250 شقة في بسمائي في عام 2015 250 فقط إحنا منذ عام 2015 أو 2016 لحد الآن ندفع في كل سنة تقريبا مليار ونص إلى هيئة الاستثمار الوطنية كأقصاط عن 250 شقة إحنا من ناخذ 5 ألاف شقة هم أيضا شوف القصة السنوية ما التي نشغيلت 20-30 مليار إحنا من موازنتنا السنوية ندفع ونستلم هاي الشقة ونوزحها على العوالي الشهداء هذا الحل الثاني الوحدات السكنية بما أنه هاي الحل توقفت فالحل الثالث هو شنو؟ البدل النقدي اللي موجود ومثبت في أصل القانون قانون رقم 57 لسنة 2015 أشار إلى أنه في حال لم تتوفر قطعة الأرض أو الوحدة السكنية تمنع عوائل الشهداء بدل نقدي بمقدار 50 مليون إحنا إجينا لقينا هاي القضية ما مفعلة ولا واحد من عوائل الشهداء الإرهاب مستلم بدل نقدي هاي الخمسين مليون أنا أوضح للسادة المشاهدين عندما يستلموهم بدون ما يرجعهم فائدة يعني هاي منحة خلاص هاي إلهم؟ نعم يعني بدون أنه هاي بدل ما تاخذ قطعة أرض يضطوا 50 مليون وخلاص هاي نعم يعني مو أقصات ويرجعها هاي تعتبر هدية لا لا بدل بدل نقدي هو بدل عن قطعة الأرض زين واضح فالمؤسسة وسياستنا إحنا بهذا الموضوع هو أنه نمنح جزء من المبلغ وسوينا ضوابط زين بأنه هذا 50 مليون زين لأنه التخصيصات ما عدنا إحنا بالوقت الحاضر يعني لم يخصص وخلي هاي الرسالة دائما أنا أكررها إلى الشهداء الإرهاب عوائل الشهداء الكريمة من ضحايا الإرهاب بأنه لم تخصص وزارة المالية دينار واحد لمؤسسة الشهداء كتخصيصات لضحايا الإرهاب جزء مخصن مخصن وبالتالي إحنا الآن طالبنا وزارة المالية يا وزارة المالية نطونا 300 مليار حتى نوزحها بدل نقدي لعوائل الشهداء الإرهاب جزء ومنين هاي 300 مليار 300 مليار الآن في موازنة 2021 تم رصد مليار أو العفو تريليون ونص كتعويضات لضحايا الإرهاب بس إلما ننطوها ننطوها إلى هيئة التقاعد الوطنية حتى توزحها رواتب وفروقات جزين للرواتب التقاعدي إح هذا المبلغ كبير جدا بصراحة فأنا عندما كنت في مجلس النواب قلت بأنه أكو موضوع اسم البدل النقدي لماذا لا يفعل أنا ما يصير أنطي الفروقات للراتب التقاعدي اللي نصها تروح لجيوب الفاسدين والمعقبين والمزورين وما أجي أدفع البدل النقدي لقطعة الأرض فأنا بالبرلمان طالبت هيئة الرئاسة في وقتها واللجنة المالية بأنه يخصص لمؤسسة شهداء مبلغ تريليون إلى البدل النقدي بس ما وافقوا عليه الآن كتبت إلى وزارة المالية يوجد في موازنة 2021 مبلغ تريليون ونص يعني 1500 مليار يعني مبلغ كبير جدا كافي فأنتونة 300 مليار إلى مؤسسة شهداء حتى تعوض بدل النقدي لعوائل شهداء الإرهاب قالوا السنة انتهت وممكن ننظر بهذا الطلب على السنة القادمة يعني ترحل على الموازنة موازنة القادمة كتبت كتاب ورحت زرة وزير المالية وفهمته بالتفاصيل لأنه بصراحة هو ما مطلع على القانون قلت له سيادة الوزير سيادة الوزير أكو ضحايا الإرهاب وهم عدد كبير جدا وفي بغداد الآن 110 ألف عائلة شهيد من شهداء الإرهاب يطالبون بقطعة الأرض وقطع أراضي ماكو في بغداد فإحنا نريد نجزئ هاي المشكلة اللي ينتظر على قطعة الأرض خليه ننتظر لعله يعني سياسة الحكومة بالسنوات القادمة تختلف وتوفق قطع أراضي أو اللي يسجل على وحدة سكنية في بسمائة أو غير بسمائة أو نوزع بدل نقدي وهو الخمسين مليون هذا الخمسين مليون نفرض نريد نوزعه على ثلث من ثلث العدد المية وعشرة أيضا ثلاثين ألف ثلاثين ألف على خمسين مليون يعني مبلغ كبير جدا فإحنا اقترحنا بأنه نوزع المبلغ هذا على شكل أقصاد عشرة 15 مليون في كل سنة لحد ما نوزعه على عوائل الشهداء جيد فردنا تحريك الملف فسوينا ضوابط وطالبنا وزارة المالية للسنة القادمة بأنه تمنح المؤسسة مبلغ 300 مليار حتى نبدأ بتوزيع البدل النقدي لعوائل الشهداء لأنه في هذه السنوات السابقة لم يخصص لمؤسسة الشهداء ولا دينار واحد لضحاء الإرهاب يعني هذا ذا يرتبط بالموازنة محتمل يعني أيضا ما يصادقون عليه ولأ ويتأخر جين أنت راح تخله على الموازنة يترحل لو هو ممكن بالسنة القادمة باستثناء أو بجنب قانونية تجيبون هذه المبلغ لا هو تدري يعني بأنه الموازنة هي يعني المنظمة اللي سير لهذا الموضوع ولذلك نتأمل من وزارة المالية أولا أنه ثبت لنا المبالغ هذه المرحلة الأولى وبصراحة عدنا تواصل مع وزارة المالية وصلتنا معلومة إيجابية بأنه تم تثبيت المبالغ اللي طلبتها مؤسس الشهداء من وزارة المالية لضحاء الإرهاب وهو ملغ 300 مليار آلية التسجيل شون تكون عليها؟ التسجيل لا احنا عدنا قاعدة بيانات كاملة احنا عدنا قاعدة بيانات كاملة وسوينا ضوابط لعوائل الشهداء الإرهاب بأنه أولا يتم الأولوية تكون للذي لديه أكثر من شهيد الأولوية بالصرف تكون للذي لديه أكثر من شهيد وكذلك سنة الاستشهاد مراعاة سنة الاستشهاد يعني أسبقية سنة الاستشهاد وأيضا الحالات الخاصة يعني مثلا احنا عدنا عوائل شهداء ذويهم أعمارهم كبيرة يعني أكثر من 70 سنة فهذا شنو يكون نسرع بتسليم المبلغ قبل أن تتوفى العائلة يعني باتر مثلا أم شهيد إذا ما تنطيها المبلغ اليوم أيضا تتعالج به أو ما تستفاد من نباليا يعني إذا توفت بعد يسقط هذا الحق فذول إلهم الأولوية وهكذا سوينا مجموعة ضوابط إن شاء الله إذا أجتنا الأموال راح يعني نطبق الضوابط في صرفها زي أكو موضوع جدا مهم يعني في كل هوية لذوي الشهداء نعم أنه تمنع امتيازات بالنقل وهذه الامتيازات صحيح لكن أغلب الحالات يقول أنه ما مستفادين من هذا صحيح كل وزارات أنا لا أريد أن نقول بس الأغلبية أنه ما تمشي بهذه القاعدة ولا هذا القوانين بالتالي شن الفائدة من هذه الهوية يعني على ذكر الهوية طبعا أهم بدي بأنه أصلت الضوء على هذا الموضوع سابقا يعني مؤسسة الشهداء أصدرت هويات لذوي الشهداء يعني في عام 2016-2017-2018 أصدرت هويات وهاي الهويات يعني بيها أرقام المؤسسة يمسويتها منطية يعني رقم واحد بالهوية إلى شهداء النظام الباعد زين رقم اثنين لشهداء الحجد الشعبي زين يقصدون أنه يعني شريح الشهداء الحجد الشعبي من يجي طلع حوية يربزونا رقم اثنين رقم ثلاثة لشهداء الإرهاب طبعا أحد الأمور اللي أراد ويسلطون الضوء عليها ويقولون بأنه مؤسس الشهداء تميز بين عوائل الشهداء وهذا موضوع الرقم الأرقام باعتبار أنه شهداء الإرهاب يعتبروهم درجة ثالثة والحشد درجة ثانية بينما هي موهيج أولا أنا من إجيت أصدرنا هويات جديدة يعني بشكل جديد لغاية هذه الأرقام وكتبت فوق هوية ذوي شهداء النظام البعد هوية ذوي شهداء الحجد الشعبي وهوية ذوي شهداء العمليات الإرهابي هذا الرقم انتهى هذا الاسم هذا الاسم يعني هوية ذوي شهداء الحجد الشعبي هوية ذوي شهداء النظام البعد وهوية ذوي شهداء ضحايا الإرهاب هذا الاسم بيمتيازات واحدة عن الآخر موجودة الامتيازات بالهوية خليناها اللي هي الامتيازات واحدة لكل الشهداء يعني كل التلاث هويات ونفس الامتيازات صحيح انه الشهداء احنا اليوم هم ثلاث شرائح شريح الشهداء النظام البائد والحجد الشعبي مشمولون بقانون رقم اثنين لسنة 2016 شريح الشهداء الارهاب مشمولون بقانون رقم عشرين لسنة 2009 المعدل مرتين زين فبالقانونيا تدري احنا كنا في المرلمان وكنا حريصين على انه نعطي الحقوق والامتيازات لجميع عوائل الشهداء بنسبة واحدة ولذلك اليوم الراتب التقاعدي لكل شرائح الشهداء هو مليون ومئتين الف دينار يعني ما يفرق بين النظام البائد وفحايا الامر لا لا اسألت اي عائلة الشهداء مليون ومئتين الف دينار حق النقل لذوي الشهداء لكل الشرائح الحج كامتياز هذا كل شريحة الى 5% شريحة الشهداء النظام البائد 5% من نسبة مقاعد الحج العامة وخمسة بالمئة لشريحة الشهداء الحج الشعبي وخمسة بالمئة لشريحة الشهداء الارهاب هذه بالنسبة للحج القبول في الدراسات العليا والدراسات الاولية ايضا 10% لكل شريحة القبول بالدراسات الاولية ايضا مقعد في كل اختصاص لكل شريحة يعني من نجه الوزارة التعليم العالي مثلا تجي الى قسم الانجليزي في كلية الاداب جامعة بغدال دراسات علية تنطي ثلاث مقاعد لذوي الشهداء مقعد لشريحة الشهداء الارهاب ومقعد لشريحة الشهداء الحشد ومقعد لشريحة الشهداء النظام البائد لا اكو تفرقة اذا اكو تفرقة قلونا اين التفرقة البدل النقدي ايضا مشمولين بكل الشرائح قطعة الارض مشمولة بيها كل الشرائح الوحدة السكنية مشمولة بيها كل الشرائح وكذلك بقية الامتيازات لا يوجد امتياز موجود لشريحة من الشهداء وغير موجود لشريحة أخرى ولذلك ماكو تمييز عندنا بيننا والشهداء ملاحظة مهمة الأحفاد شنو امتيازاتهم هي متوقفة؟ لا الأحفاد نشملوا بيها الأحفاد ما مشمولين يعني أحفاد الإرهاب الأحفاد الإرهاب ما مشمولين بالقانون ليش؟ بصراحة ما هذا يسوي مشاكل شوي يعني إحنا شمننا الأحفاد في حال عدم وجود ورثة علما لشهداء النظام البائد دولة شهداء النظام البائد أولا أعمارهم كبيرة جدا أعمارهم كبيرة جدا يعني تجي مثلا لعائلة الشهيد مثلا عنده أولاد اثنين الثنين أولاده توفوا فهذا شنو بعد الورثة ما عنده ورثة فشنو شمننا الأحفاد بمن بالامتيازات والحقوق يعني مثلا في القبول بالدراسات الأولية ينطون سبع درجات لعائلة الشهيد نشمل الحفيد به شهداء الإرهاب ما قدرنا نشمل الحفيد ليش؟ لأنه الشهداء الآن يتوفون فما نقدر نشمل الحفيد ويجي نافس الأبناء على الحقوق والامتيازات يعني من تشمل الحفيد اليوم مثلا على سبيل المثال نحن عوائل شهداء الإرهاب اليوم قاعد يستشهدون اليوم لحد اليوم مسلسل استشهاد موجود بالمعارك مع داعش بالعمليات الإرهابية الموجودة مش مولين فما نقدر نشمل الحفيد ويجي نافس ابن الشهيد على الحقوق والامتيازات فالحقوق المن لأولى بيها هو أولاد الشهيد وأخوانه وأخواته يعني أنا جتني رسائل على التليفون يقول يعني إحنا مستلمين الهوية بس صار سنتين ونص ما مستلمين حقوق الشهيد شوكت نستلم لا راتب ولا تراكمي ولا بدل قطعة أرض لا راتب ليش ما يستلمون هم مستلمين الهوية هي هي الهوية لا ليستلم هوية أحسنت مونفسها نعم هوية ذوي الشهداء الإرهاب هاي مكتوب فوق بالأحمر ذوي الشهداء الإرهاب أحسنت الهوية مستلميها معناها يستلمون حقوق تقاعدية جين هم يسأل علي من يسأل على الفروقات هاي اللي حجيت لك يقول لا راتب ولا تراكمي لا هذا يكون ليش ما مستلم راتب جين يعني خليه يتواصل أو شنه جين أو شتدر الراتب من يستلم الراتب تستلم زوجة الشهيد وأولاده وأبو أمه جين في حال أنه الشهيد إذا كان متزوج ذول يأخذون الراتب الأخ والأخوة ما يستلمون راتب في حال وجود الزوجة والوالديين صح لو ما صحيح صحيح طبقات صحيح يعني بصراحة أي عائلة تجينا تقول أنا أطلب التقاعد فروقات لأن التقاعد مو من عندنا الفروقات العفو الفروقات تنطيها هيئة التقاعد واضح فإحنا نخاضب هيئة التقاعد إنها عائلة الشهيد قرار مالتها كذا تطلب فروقات تنطوها الفروقات واضح يعني رسالة وسطتنا من الشرقات من الموصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مؤسس الشهداء المحترم تحية طيبة لقد تضمنت الفقرة في 11 ألف من المادة ثمانية من قانون 2 لسنة 2020 التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 الحاصل على شهادة أخرى ساوية أو أعلى من الشهادة المعينة لأنه قبل أسبوع التف وزير المالية على هذه الفقرة وعاد المشمولين بالقانون رقم 103 لسنة 2012 مستغلا الفترة الانتقالية وغياب السلطة تشريع نرجو عدم السماح بالمساس بهذه الفقرة طبعا ما نسبة هذا حق قانوني أنت عندك علم بهذا طبعا واضح واضح عندي وإحنا أنا لخليت الفقرة بمسن وابه هو بعد واضح القانون عندي كل واضح هذه الفقرة شنو معناها بأنه اليوم عائلتي الشهيد يكون موظف في وزارة من وزارات الدولة فمن حقه يدرس من حقه يحصل تحصيل أكاديمي أكثر يعني مثلا ابن شهيد خرج عدادية فأثناء الدراسة يكمل دراسة مسائية أو كذا يكمل كلية فمن يكمل كلية كون تجي الدائرة ما التي تحسبها كأحد الامتيازات لأبناء الشهداء من يجي هسا مثلا تجي وزارة المالية وتقول لا ما أحسبها هذا خلاف القانون وإحنا بصراحة أقول لك بأنه إحنا ساعين على إقامة دعاوة قانونية على كل وزارة لا تطبق قانون مؤسسة الشهداء أو قانون ضحايا الإرهاب يعني حريص فكون عوائل الشهداء يساعدوننا في هذا المجال من عنده مثلا ابن شهيد عنده معاملة ما لح تساب شهادة ويروح إلى وزارته وزارته يقول لهم احسبوا لي شهادتي والوزارة ما تحسبها كون يجينا يقول لنا حتى إحنا نخاطب الوزارة ليش ما تحسبونها ونضع المادة القانونية إذا فعلا إجانا جواب سلبي أو ما إجانا جواب إحنا نروح للمحاكم نقيم دعوة قضائية على الوزارة أو على وزارة المالية واضح خلي شوف بعض الأسئلة اللي وصلتنا يقول عباس الخفاجي جانستاذ شنو ذنب دوي الشهداء الإرهاب الذين استلموا قطعة أرض في الصحراء حتى لا تساوي مليون دينار وغير مشمولين بالمنحة العقارية لماذا هذا التنازل عن القطعة يقول نقدر نتنازل أو إحنا مستلمين بالصحراء يعني بصراحة يعني إحنا من زمان ننصع عوائل الشهداء بأنه ليستلموا قطع أراضي في أماكن بعيدة أو غير مقدومة زين لأنها أولا ما تتناسب وي 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 عائلة الشهيد وثانيا عائلة الشهيد ما تستفاد من عدها يعني اليوم هو عائلة الشهيد من تستلم قطعة أرض شنو الهدف من عدها إما تسكن بها عائلة الشهيد أو تستفاد بها أو تبيحها تستفاد من المبلغ مالتها عيب على المحافظات بأنه ينطون عوائل الشهداء قطع أراضي في أماكن بعيدة مثل ما قال الأخ في الصحراء عيب شوي احترموا احترموا دماء الشهداء المحافظات اللي يسلم قطع أراضي في أماكن بعيدة هو من يقلوله كمحافظ أو كموظف في المحافظة إنه روح استلم قطعة أتعرف في هذه الصحراء يستلمها لا أكيد يستلمها بالعكس اليوم عندنا إحنا بعض المحافظات أنطوا قطع أراضي للمسؤولين بالمحافظات ولبعض الدوائر في أحسن مكان بالمحافظة وينطون عوائل الشهداء في أماكن بعيدة هذا خلاف القانون حتى القانون يشير إشارة واضحة وصريحة إلى أنه تعطى قطع أراضي في أماكن جيدة أنتم عوائل الشهداء إذا المسؤول غير حريص أنتم همكونوا واعين شوية لا تستلمون قطع الأراضي يعني من تشعر بأنه قطعة الأرب هذه ما تسوالها مثلاً خمس ملايين دينار ليش تستلمها شن اللي موازيك أنت من استلمتها راح تستفاد من عتب شي ما تستفاد من عتب شي مجرد سنة طاب وخليتها بجيبك شن الفائدة من عنده لا تقدر تبيحها لا تقدر تبني بيها لا بيها خدمات فالأفضل إنه لا تستلمها اللي استلموا قطع أراضي وما مسجل لنا تسجيل عقاري يعني ما طالع بها طاب باسمهم من حقهم إنه يجون تنازلون إحنا نخاطب المحافظات نقلهم هاي القطعة غير مناسبة وبالتالي عوائل الشهداء مايردون يستلمونها فيسجلون على البدل النقدي لا مانع واضح يقول نسبة العجز دون التسعة وعشرين قطعة والراتب وحددوا نسبة خمسمائة ألف لكل درجة عجز وصار سنتين كل شي ما رئيس هيئة التقاعد السابق الأستاذ أحمد الساعدي جاء إلى البرلمان عنده تعديل قانون رقم اثنين لسنة 2020 وقال بأنه المصابين اللي نسبة العجز مالتهم أكثر أقل من تسعة وعشرين بالمئة العدد مالتهم يصل إلى ستمائة ألف وذولة أنا ما أقدر أنطيهم تقاعد طبعا التقاعد مالتهم وفق القانون السابق كان ميتين ألف دينار يعني نصف الحد الأدنى للراتب التقاعد فقال الآن دولة ما أقدر أنطيهم رواتب تقاعدية شنو الحل؟ قال الحل بأنه ننطيهم مكافئة عن كل درجة عجز ننطيهم خمسمائة ألف دينار يعني مثلا اللي عنده نسبة عجز عشرين بالمئة يستلم عشر ملايين دينار وينقطع الراتب منه؟ لا هاي مكافئة هي مكافئة فقط على مراتب ينقطع الراتب فصارت هاي بالقانون ولكن التقاعد ملزمة بأنه تطبقها سالأخ هنا شي يقول يقول ما مستلمين حتى هو هاي نسبة العجز عن كل درجة خمسمائة ألف دينار هاي يقول ما مستلمين هاي واجب على هيئة التقاعد تنطيها لأنه أنطى والتزام بأنه احنا هاي نسبة العجز نقدر ننطيها بس الراتب ما نقدر ننطيها فاليوم هاي ملزمين هيئة التقاعد بأنه يصرفونها على المصعبين واضح أبو يوسف الخزع اللي يقول نحن عائلة الشهيد الحجد الشعبي حليم حامد مخفيف قدمنا طلب للسيد رئيس المؤسسة منذ أكثر من عشرين يوم نطلب فيه صرف المنحة العقارية الوجبة الثانية ولأسباب إنسانية ولإجراء ثلاث عمليات مستعجلة ولحد اليوم لم نلتقي الرد نحن بأمس الحاجة له هاي الاسم رح ناخذ إن شاء الله الاسم رح ناخذ وإن شاء الله رح نشوف الطلب ويقينا إن شاء الله رح نلبيه يعني هذا اللي أبو سيف يعني اللي عرضنا المناشدة سيد رئيس المؤسسة رقمه موجود يعني رقمه موجود إذا سمعين إذا مقدمنا طلب أيضا رح نلقي الطلب طلب مالتي إذا موجود موجود الطلب يراجعكم يا يوم أيه هذا الأسبوع أنا موجود يجي راجعنا وإن شاء الله نصرف للمبلغ بأسرع وقسمك هذا الأسبوع تراجعون السيد رئيس المؤسسة وإن شاء الله تتلبى المناشدة دعنا نشوف بقية المناشدات يا شباب بعد غيرها 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 سيد مصطفى يقول ممكن وضحنا الوجبة 206 من ضمن التوقفات توقفت رواتبهم 4500 تقاعد الأنبار أنا والدي شهيد وكلها أصلية صارت سنة من وقفه وراتب ونكون ممنوني هذه مع الأسف يعني المعاملات أكثر المعاملات التي جاءت من الأنبار يعني عليها شبهات كثيرة ومع الأسف يعني أتعجباني اللجان الفرعية هي اللي برئاسة قضاة أنتم ترسون معاملات إلى بغداد معاملات مصورة يعني مو أصلية مو أصلي أنا اتفاجأت قلت المعاملات الأصلية وين خبرت ديري الشهداء الأنبار يابا ليش تجينا هاي المعاملات المصورة الأصلية وين تروح القرار اللجنة يجي مصور الأوراق التحقيقية تجي مصورة كل الإضبارة مصورة سين هاي بصراحة إحنا إحنا ما نقدر نتحمل مسؤوليات ما نقدر نتحمل مسؤوليات هاي الأرباح تالاف ونوص هاي بصراحة واصلة قبلي قبل ما أجي أنا أسترم مؤسسة الشهداء هي جاية الأرباح تالاف ونوص أيضا كثير من المعاملات بيها شبهات إحنا نريد نعالج كل المشاكل السابقة بصراحة وننصف هاي العوائل لأنه بصراحة أكو عوائل فعلا مظلومة هسه صاحب المناشد هذا يقينا مظلوم بس بصراحة أكثر المعاملات هي تشنو تجي مزورة وتجي مصورة يعني السنساخ هذه بصراحة إحنا ما نقدر نتحمل مسؤوليتها وحتى هيئة التقاعد الوطنية سابقا كانت تستلمها في تساهل منعتها صار اتفاق مع هيئة التقاعد الوطنية بأنه ما يستلمون معاملة مصورة أبدا وبالتالي الأخ هذا كون يراجعنا حتى نحاول بأنه نعالج مشكلته في سبيل إيجاد معاملة أصلية غير مصورة حتى نقدر نعالجها ونرفعها للتقاعد عندك إضافة أخرى قبل لا نختم عندك دقيقة لا أنا ما عندش بقدر ما أنه يعني اليوم وسائل الإعلام المخلصة يجب أن تقف مع مؤسسة الشهداء في سبيل استحصال حقوق الشهداء لأن اليوم رعاية عوائل الشهداء ليس مسؤولية مؤسسة الشهداء فقط وإنما مسؤولية المجتمع العراقي بشكل عام مسؤولية الحكومة مسؤولية البرلمان مسؤولية المجتمع بأنه يرعى عوائل الشهداء ويتعاطف مع عوائل الشهداء ولا يحقد على عوائل الشهداء اليوم صار أكو حقد على عوائل الشهداء والمصابين الشون يستلمون الرواتب الشون يستلمون الفروقات يعني هو اللي يضحب دم من أجل البلد أنت تبخل عليه براتب أو تبخل عليه بقطعة أرب ورسالة الثانية هي إلى الوزارات اللي تتعلق بيها حقوق الشهداء وزارة المالية يجب عليها أن ترصد الأموال اللازمة لمؤسسة الشهداء حتى تعوض ذوي الشهداء وزارة البلديات والإسكان والإعمار وأمانة بغداد والمحافظات يجب عليها أن تتحمل مسؤولية وتوفر قطع أراضي حتى نوزحها لعوائل الشهداء هذا التعاون بيننا وبين الوزارات وبين المحافظات إذا صار أنا أقل لك بصراحة أنه حقوق عوائل الشهداء راح يتم تلبيتها بشكل سريع ونكون قد أبرنا ذمتنا بإيصال حقوق الشهداء إلى ذويه سيد عبد الله نالي رئيس مؤسسة الشهداء شكرا جزيلا لك شكرا لكم حياكم الله حياكم الله نعم أحبة المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم حتى نلتقي في حلقات أخرى إن شاء الله في أمان الله ترجمة نانسي قنقر